اعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية عن رفع قيمة السلفة الموجهة لاقتناء سيارة بالتقصيد الى 100 مليون سنتين بعدما كانت 50 مليون سنتين فقط وكشف مسؤول باللجنة الوطنية في تصريح لجريدة النهار ان اللجنة تتوقع استقبال عدد كبير من الطلبات واضاف المسؤول ان هذه العملية جاءت بعدما تم تجميد العملية لمدة 7 سنوات كاملة بسبب ارتفاع اسعار السيارات من جهة والمشاكل التي كانت تتخبط فيها لجنة الخدمات الاجتماعية من جهة اخرى وعن تاريخ الشروع بتقديم المساعدة المالية المقدرة بـ 180 سنتين فسيتم مباشرة بعد دخول السيارات الجديدة وبيع السيارات المصنعة محليا في الجزائر هذا وتنص المادة 69 من قانون الداخلي للجنة الخدمات الاجتماعية ان اللجنة تبرم اتفاقيات من اجل اقتناء السيارات بالتقصيد لفائدة مستخدمي التربية فيما تؤكد المادة 70 تبرم لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات مع البنوك من اجل تسهيد دراسة ملفات مستخدمي التربية وبالنسبة لاهم الشروط الاستفادة فتتمثل في ان لا يكون المستفيد مدانا لدى الخدمات الاجتماعية وتقديم كشف الراتب وبالتوفيق للجميع سلام